الدكتورة يعني مش عارفة ايه الافكار او ايه الاسباب اللي ممكن تخلي انسان دماغه 24 ساعة ما بتفسرش ده في ناس بتوصل بيها مرحلة انها بتكمل تفكير وهي نايمة في الاحلال ده حقيقة ده حقيقة اولا لازم نتفق ان التفكير هو احد اهم وظائف مخنى ربنا خلق مخنى عنده وظائف عديدة من اهمها التفكير حتى في مقولة شهيرة زمان انا افكر انا موجود التفكير ده لهو وظائف جميلة جدا بيحللنا المشاكل بيدينا اختيارات في حياتنا بنتعرف بيها عن ناس كل الحاجات دي قلة التفكير او زيادة التفكير عن المعدل الطبيعي ده يعتبر احد الاعراض النفسية الشهيرة زيادة في التفكير دي بناجتها في كثيرا من الاطرابات النفسية منها الناس القلوقة الناس اللي عندها قلق الناس اللي بتشيل هم كل حاجة الناس اللي عندها اطراب الوسوسة اطراب الوسوس القاري الناس اللي هم عندهم حاجة اسمها اطراب التشكك هل فيه ناس بقى طبيعية ممكن التفكير بتاعها يبقى مبالغ فيه أو مفرط لدرجة يأثر على حياتها؟ آه بنجد في أوقات كثيرة لو أنا في سترس معين أنا في ضغط معين أو مشكلة معينة بتقرقني طبعا طول الوقت بفكر فيها عشان أحلها ولكن اللفظ السحري هنا هو مؤقت وليس على طول وليس طوال اليوم وليس طوال حياتي هل التفكير ده له أضرار سلبية؟ آه التفكير الزائد عن الحد أو التفكير المفرط الذي لا نهاية له ولا يصل إلى استنتاج نهائي بيؤدي إلى استهلاك الخلايا العصبية ففي النهاية بأصبح كلبي يسموها إيه؟ منهك لدرجة أنني لا أستطيع القيام بالوظائف الأخرى العقلية يعني التفاعلي مع الآخرين بيقلي قدرتي على الكلام حتى بتقل قدرتي على الإحساس بالآخر بتقل لدرجة أن بعض الناس ده ممكن يؤدي إلى نوع من أنواع الاكتئاب لأن استهلكت جميع الطاقة اللي جوايا فأصبحت غير قادر على الإحساس بالسعادة غير قادر على الإحساس باللهفة بالشغف بالحياة دي كلها طيب السؤال الآخر هل بيؤثر عنهم؟ جدا 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 ناس كتيرة وحكي لسه حتى في النفتاحية أقولتوها يا فنب إنتم للتنين لو أنا قبل ما نام مخ يشغال ما هو مش هيقدر يفصل عشان ينام يعني بنقول كده التفكير الزائد التفكير المفرد هو أحد علامات إن المخ عنده تنبيه بزيادة فشغال فمش قادر يفصل عشان يرتحتني طيب دكتور في بعض الناس بتتخيل رد فعل اللي قدامها قبل ما تتكلم بتفكر فيه هل ده صحة أو اللي غلط؟ في حدود المعقول شي جميل حيث لسه كنت بتتكلم على حاجة ما يطلق عليها التفكير الزائد التخباقي إن أنا بعمل سيناريو للأحداث لا أنا كنت بتكلم على التفكير الزائد أه أو كنت بتكلم على التفكير الزائد إن أنا بعمل سيناريو للأحداث خبتوقع ردود الأفعال ولكن بالمعقول لحظة خمس دقيق وفكرت وخلاص حضرت نفسي لكن لو أنا بقى هي إنت يبدأ الجزء المرضي أو الجزء الغير طبيعي اللي أمتدي يقول إيه؟ طب لو ما عملش كده هيعمل إيه؟ طب لو طب مرة بحضت السيناريوهات مثلا السيناريوهات لرد الفعل عشان أكون جاهز ده حقيقي لها حد معين يعني مش معقول هاخلأ ألفين سيناريو والناس اللي عندها إفراد في التفكير ودي حاجة بقى مختلفة عن الناس اللي هي اللي ما عندهش إفراد في التفكير السيناريو بيتوقف يعني لو عمل كذا عمل كذا لكن هو يقول إيه؟ لو عمل كذا وأنا عملت كذا بقى لو هو عمل لكن كده وسط منك أوي ما أنا أزيئة لو تفتح باب الشيطان فعلا كلمة لو التي لا نهاية لها وفي النهاية الإنسان لا يصل إلى حل ولم يكون مستعد حتى لمقابلة الآخرين أنا عايزة أختلف بالعكس في بعض المواقف أعتقد أنه لو الناس في بينهم مشكلة لو فكرنا في تفكير استباقي بشكل أو بآخر أنا قلت حاجة وتخيلت رد فعله أو ردين أو ثلاثة أفعال وعملت سيناريوهات مستقبلية قد أكون عندي قدرة على أني أملك أعصابي وأقل حجم الضرر اللي ممكن يحصل من الموقف لو أنا تفاجئت به يعني في بعض الأحيان الناس بطاقة الغضب اللي موجودة عندها هي اللي بتتحكم لكن لو فكرت فيها بشكل أو بآخر قد تستطيع التحكم وتخرج بالموضوع بأقل خسائر ممكن